موسيقى فهذه الطريق قد تختم في وقت ما بأمر من الحسين بن علي في ثورة كربلاء وربما في الزمن الحاضر وبأمر من جعفر بن محمد قد تختم في نغضة العلم والمعرفة مقابل الجهل وعدم المعرفة موسيقى إمام صلوات الله وسلامه عليه أخذ على عاتقه أن يصون دين جده فقها وتشريعا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة امام الصادق عليه السلام امام كان يرعى المواقف بهدوء بحنكة بدبلوماسية واسعة قال انه لا يستطيع المجيء لرؤيتكم هذه ردوده عن كل اسئلتكم وكما سمعت من مولاي حيث ينقل عن جده علي بن ابي طالب عليه السلام ادركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل منهم يقولوا حدثني جعفر بن محمد اشتركوا في القناة في الوقت المسلمين بدأت تسعمائي من المسلمين بدأت تسعمائي من المسلمين بدأت تسعمائي من بعض هذه العملات وبدأت تسعمائي منهم بدأت تسعمائي منهم بدأت تسعمائي من هذه الارتخارات ومسلمين ربما ان هكذا كان هذا المصدر من الذين يبدو أن يتحدث عن الحياة والأسفل والأسفل والعبارة ومعرفة الحياة من الله كان هناك أشخاص الذين يحصلون لتعرفة عن الفلسفة الأسفلية ومعرفة من المصدرات الإسلام مجلسة مجلسة قد بدأت مجلسة كمعطازلات المعتزلات قالوا أننا لدينا مجلسة قطعة الناس يخلص ما يريده أي شيء يريده مجلسة قطعة مجلسة قطعة الاشاعرات قالوا لا نحن لدينا مجلسة قطعة كلها مجلسة قطعة تلك المجلسة قطعة كان مجلسة قطعة قطعة من المجلسة لماذا؟ لذلك يجعل مجلسة قطعة لماذا تصبح خليفة؟ الله أخذتني خليفة لماذا تستخدم الناس؟ الله مثل معاوية بن أبي سوفيان يقولون المالو مال الله المالو مالو 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 و أنا خليفة الله لكنني أريد الله لذا إذا أردت أن أعطي أعطي أن أعطي وإذا أردت أن أعطي أعطي أن أعطي هذا النوع من المجلسة ليست دون سلطة وإنه مجلسة مجلسة لأكثر في المدين لذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه أخذ على عاتقه أن يصون دين جده فقها وتشريعا لأنه إذا صلح التشريع صلح ما دونه أفضل عمل في هذه الأيام هو ما يقوم به مولاي جعفر بن محمد يجب أن ننشط في نشر أفكار وتعاليم أهل البيت بين الناس الأفكار والتعاليم التي باتت في هذا الزمن المليء بالمكر والسحر والرياء باتت مهملة يجب علينا أن نعرف الناس أكثر بأصل الدين يجب علينا أن نحيي سنة رسول الله بين الناس ولأن المرحلة آنذاك كانت تتطلب ثورة إصلاحية من نوع آخر لمواجهة الانحرافات الفكرية التي كادت تطيح بجوهر الإسلام اتبع الإمام عليه السلام عدة خطوات لمواجهة ذلك إمام الباقر صلوات الله و السلام عليه يجب علينا أن ننشط في طريق كما أنه يتبع في مدى أو في مدى بسيطة حتى يجب علينا أن يحتاج لأحد أخرى يتعرف كل الأحكام كيف يتبع في نشر يجب علينا أن يتبعهم إمام عليه السلام يستخدمير Bailey في أصاب الناس مع علم و知識 يصبح فقهاء ورجعه إلى أخرى كيف يمكن أن يدعوه كما على الاستمرار المشتهدين الآن يملكون العالم المصدر من المتحدث وعندما تلك الناس دخلت المسؤولات سأواتهم مجتمع سأأتي إلى الإمام الصادق ويأتلك كل الوقت ومسؤولون هذه المسؤولات أسألون المسؤولات أمر للمسؤولات وقامون بالجال المسؤولات ابن علي الوشاء يقول بمسجد الكوفة أنا دخلت وجدت أكثر من تسعمائة حلقة دراسية وشيخ يدرسهم يدرس كل حلقة وكل عندما يتحدث يقول سمعت من جعفر ابن محمد الصادق رأي أبو حنيفة يقول لولا السنتان لها لك النعمان هذا يعني لوموها السنتينا لأن تلمذت على جعفر ابن محمد الصادق ما حصلت النتائج اللي حصلت ولا كنت إمام مذهب هذا يعني أن هناك الكثير من تسعمائة عن القرآن والسنة 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 والسيطة الإسلامية هذه المسجدات التي تتعلمون من هذا الإمام لأبو حنيفة لذلك إمام جعفر الصادق عليه السلام يدرسوا مهم جداً في تسعمائة المسجدات والسنة والسلسة مش شي سهل أنك تشوف أبان ابن عثمان ينقل 23 ألف حديث عن إمام معاوية ابن عمار بينقل ما يقارب العشرة ألاف حديث في الحاج الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وجد في أصعب ظرف الظرف الظرف التقلبات السياسية الحادة التي تشهد انقلاب دولة وقوع دولة وقام دولة أخرى إمام الصادق العمياد والدينسطة العباسي والدينسطة العباسي هذا التحديد المسجد حتى تستقضى بالجماهير طيب هذه الدولة في بداية تحاول تتبع الباقين من بني أمية هذولة إذا يجون إلى قمة الهرم من ذرية الحسين اللي هو جعفر ابن محمد الصادق ويسيئوله مهذا يعتبر خلاف شعارهم فلازم يظهرون احترامه والتقرب إليه لحد ما يدقوا رجليهم وفعلا من دقوا رجليهم صفوهم ما خلوا من الإمام الصادق إلى موسى ابن جعفر في ظلم المطامير وهلما جرى إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهذه الفترة شكلت حالة من الهدوء النسبي شهد الإمام الصادق عليه السلام نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية ما أتاح له أن يمارس نشاطه التبليغي والتصحيحي بعيدا عن أجواء الضغط والإرهاب فنأى بنفسه بعيدا عن الصراعات السياسية والعسكرية ليتفرغ لعمله الأهم الذي يعتمد عليه قيام الدين الإسلامي فواجه الأفكار الدخيلة والمذاهب الفكرية المنحرفة ونشر مختلف أنواع العلوم الدينية وغيرها التي كان قد منعها الأمويون حيث استطاع أن يعطي الفكر الإسلامي زخما خوله الصمود أمام التيارات الفكرية المختلفة إمام جعفر الصادق عليه السلام أمام جعفر الصادق عليه السلام أمام جعفر الصادق عليه السلام في تقوير المصدرات والمصدرات الإيمان والثيولوجيا لما أكمل العباسيون تصفية حساباتهم مع الأمويين وقبضوا على كرسي الملك وجدوا أنفسهم مع كل ما فعلوه مع الأمويين أمام حركة فكرية وإيمانية أكبر وأخطر بكثير من جيش الأمويين واستشعروا أن الإمام الصادق عليه السلام وخلال هذه الفترة القصيرة التي ترك فيها من غير ضغط ولا رقابة قد اكتسح قلوب وعقول الجماهير فقام المنصور العباسي بالتضييق على الإمام وأتباعه وعمد فيما بعد إلى قتل الإمام بالسم بدأ المنصور العباسي يشعر بأن الإمام يقض مضجعه لسبب لأنه وجود الأكفأ وجود الأفضل تبقى العيون تتذكر يعني لما يزيد ابن معاوية أجهد نفسه بقتل الحسين لسبب لأن التكافؤ مونسبي التكافؤ ممكن نسبة ما بين الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم ويزيد ويزيد أمير المؤمنين يقول دولة فكون يصف الحسين يصف مثل يجتي نموذج رائع حتى لا تبقى أنظار الناس مشغولة إليه وهذا اللي حصل مع المنصور العباسي مارس المنصور ضغوطات كثيرة على الإمام وأحكم الرقابة عليه مما جعل الإمام عليه السلام ينصح أصحابه بالسرية والكتمان فكان يقول التقية من ديني ودين آبائي ولا دين لمن لا تقية له منزل الإمام تحت المراقبة الشديدة لقد أمعنا المنصور الضوانقي في اضطهاد أباع أهل البيت واستباحة أعمالهم وأرزاقهم دينة أصبحت سجنا كبيرا وكل من يمر في محلة بني هاشم يقومون باستجوابه بات على أصحاب الإمام المقربين أن يلتقوه خفية في الوقت الذي أمر فيه المنصور العباسي بمحاصرة بيت الإمام الصادقي عليه السلام والتضييق عليه قام آلاف من تلامذته البارزين بالانتشار في أرجاء العالم الإسلامي حاملين ما تلقوه منه عليه السلام من شتى أنواع العلوم لا سيم العلوم الإلهية والفكر الإسلامي المحمدي الأصيل فأوصلوها للناس سليمة من التحريف نقية من الشوائب فشكل أولئك التلامذة شبكة من الوكلاء فكانوا وسطة فيما بين الناس وإمامهم وامتدت تلك الشبكة إلى يومنا هذا ليكون المراجع العظام صلة الوصل فيما بين الناس وإمامهم الغائب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر